رزقهم على ملكة مال فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بيننا وحفلة ورزقكم من الطيبات أفبالباق ليؤمنون وبرعمة الله هم يكفرون ويعبدون لندون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله نمثال إن الله يعلم وأنتنا تعلم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يخدر على شيء ومن رزقنا ومننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهم أذكر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستمي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله قير السماوات والأرض ومأمر الساعة إلا كلمحي وصوره أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول ما هادكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ونصار ونفذة لعلكم تشكرون لم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمزقهن إلا الله إن في ذلك نآيات لقوم يبينون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الألعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوبارها وأشعرها أثاثا ومتعني لا حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سرابين تقيكم حر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أغثرهم وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لجذرون الذين كفروا ولهم استعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفقوا عنهم ولهم يظرون وإذا رأى الذين شكوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم نكاذبون وانقوا من الله يوم إذن السلام وظلنا عنهم ما كانوا يفثرون الذين كفروا وصدوا عنهم السبير إلا جزناهم عذابا فلقوا العذاب ما كانوا يسرون شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة ميانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعذر والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنتل والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وفو بعهد الله دعاهتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توجيدها وقرجعتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أما إنما يبلغ الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تفترون ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تترزقهم على مملكة مال فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بيننا وحفلة ورجعكم من الطيبات أفبالباق ليؤمنون وبرعمة الله هم يكفرون ويعبدون لعبدون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله نمثال إمن الله يعلم أنتنا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهم أبكرون لا يقدروا على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستمي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض ومأمر الساعة إلا كلمحي وصوره أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطولهم هادئون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولم صاروا لفتة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمزقهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يبينون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود العام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوارها وأشعرها أثاثا ومتاعنا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أثانا وجعل لكم سرابين تقيكم حر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أغثرهم وأكثرهم الكافرون ويوم نبعه من كل أمة شهيدا ثم لا يذرون الذين كفروا ولهم استعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولهم يذرون وإذا رأى الذين شكوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم كاذبون وانقوا من الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل ويوم نبعه في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم واجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعذر والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنتل والبغي عيدكم لعلكم تذكرون وفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيتها وقرجعتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قولت خسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبدو الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تفترون ولتسألون عما كنتم تعملون